أهلا بكم سنة خمسة ابتدائي في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية هنشرح إن شاء الله مع بعض الدرس الرابع وهو بعنوان اختراع النقود وتطورها الفصل الدراسي الأول على قناة العلم والمعرفة هنرجع بعجلة الزمن لمائات وآلاف السنين وهنروح منطقة زي السوق وهنشوف الناس بيتعاملوا مع بعض ازاي لقينا اتنين راجل وست زي ما احنا شايفين في الصورة اهو ومعهمش اي فلوس نهائي لكن معهم سلع الراجل معاها امح والست معاها ايه شوية خضار تمام واللي اتنين بيتبادلوا السلع يعني هو بياخد الخضرات والست بتعمل ايه بتاخد ايه الامح فاحنا سألناهم انت بيتبيعوا وتشتروا ازاي قالوا احنا مش بنعرف نظام البيع والشراء احنا بنعرف نظام المقايبة يبقى نظام ايه المقايبة سألناهم يعني ايه نظام المقايبة قالوا تبادل السلع والخدمات بدون استخدام ايه النقود يعني احنا بنتبادل السلع والخدمات من غير ما بنستخدم اي ايه اي فلوس يبقى اذا انا عرفت كده نظام المقايبة يعني ايه المقصود به ايه تبادل السلع والخدمات بدون استخدام النقود في عيوب لنظام المقايدة أول عيب اللي هو إيه يجب أن يكون كل شخص بحاجة إلى السلعة الموجودة عند الشخص الآخر يعني أنت مثلا مع خضرات يبقى إيه وأنا معي أمح أنا محتاج للخضرات يبقى إذن هعمل معاك عملية مقايدة طب لو أنت مش محتاج للأمح طبعا مش هينفع نعمل عملية إيه مقايدة ده أول عيب العيب الثاني إيه هو عدم قابلية بعض السلعة للتخزين يعني فيه سلعة ما ينفعش إن إحنا نخزنها فبالتالي ده يعتبر عيب من ضمن إيه العيوب طب زي إيه مثلا السلعة ديت أقول له زي الفاكهة عشان كده الناس احتاجوا إلى نظام لتسهيل معرفة قيمة الأشياء وتبادلها فاخترع النقود يبقى إذن ممكن يجي يسأل يقولك إيه إيه سبب اختراع النقود الناس اخترعت الفلوس ليه نقول له إيه لتسهيل معرفة قيمة الأشياء وتبادلها يعني أنا بدال ما أن أنا أتبادل سلعة بسلعة لأ أنا ممكن أروح أشتري بإيه بالفلوس اللي أنا محتاجه النقود اللي هي الفلوس الفلوس دي إيه كل دولة من دول العالم ليها عملة محددة زي مثلا العملة المصرية وهي إيه وهي الجنيه بكل فئاته المختلفة إحنا عارفين فئات الجنيه اللي هي إيه اللي هي الجنيه والخمسة جنيه والعشر جنيه والعشرين جنيه والخمسين جنيه والميت جنيه وأخيرا الميتين جنيه إحنا قلنا قبل كده تم اختراع النقود اللي هي العملة اللي هي الفلوس لتسهيل عملية البيع والشراء طيب يعني ايه البيع البيع اللي هي اعطاء السلع والخدمات مقابل الحصول على عملة بتستخدمها الدولة يعني انا مثلا انت عايز تشتري حاجة عايز تشتري ايه حاجة وانا هبيع وانا هعمل ايه هبيع يبقى انا عشان اديك السلع لازم اخذ منك ايه اخذ منك فلوس يبقى اذا البيع هو البيع اعطاء السلع والخدمات مقابل الحصول على العملة انا بديك سلع او خدمة يبقى اذا انا هاخد منك ايه عملة دي اسمها عملية البيع طيب ايه هي عملية الشراء عملية الشراء يعني اخذ السلع والخدمات مقابل عملة بتستخدمها الدولة يعني ايه الكلام دوت يعني انت عايز تشتري هتدفع فلوس وهتاخد ايه وهتاخد المنتج يبقى اذا الشراء اخذ السلع والخدمات مقابل عملة بتستخدمها ايه بتستخدمها الدولة دي اسمها الشراء تطور النقود ازاي الفلوس اتطورت من زمان لحد دلوقتي وبقت عبارة عن ورقانة وانت والناس كلها بتستخدمها يبقى هندرس دلوقتي ازاي النقود تطورت اول حاجة حبيبي النقود السلعية يعني النقود السلعية كل مجتمع اتفقوا مع بعض انهم يعملوا سلعة معينة زي هزاي النقود بالزبط زي مين مثلا زي المصريين القدماء قالوا ايه قالوا الامح كتير عندنا تعالوا نستخدم الامح كأنه نقود نبيع ونشتري بيه يعني مثلا نشتري لحمة بشوية امح نشتري فاكهة بشوية امح نشتري اغدار بشوية امح ونشتري اي حاجة او نبيع اي حاجة بايه بالامح يبقى ازا النقود السلعية في مصر القديمة كانت ايه كانت الامح طب نشرح مثال تاني للاغريق الناس اللي هي كانت عايشة في بلادي اليونان ايام زمان اتفقوا على النقود السلعية ايه بينهما بين بعض اتفقوا على الابقار ليه لانهم كانوا بيرب الابقار بكسرة كمان ناخد مثال تاني اللي هما سكان المكسيك طبعا السلع او النقود السلعية اللي هي كانت عندهم واتفقوا عليها اللي هي جوز الهند يبقى ازا أول نقود في العالم كانت النقود ايه اقول له النقود السلعية يعني عبارة عن سلعة معينة او حاجة معينة طيب النقود السلعية دي ليها عيوب اه طبعا ليها عيوب يعني ايه طيب عيوب هيه واستاذ اقول له صعوبة تجزئتها يعني ايه صعوبة تجزئتها زي البقرة مثلا ينفع اجزئها لا طبعا لان انا مثلا معايا كمية امح ما ينفعش ان انا اشتري بيها البقرة ممكن اشتري جزء من البقرة ينفع اجزئ البقرة لا طبعا ما ينفعش يبقى ايزا عيوب النقود السلعية اقول له ايه صعوبة تجزئتها تاني مرحلة من مراحل تطور النقود اللي هي ايه النقود المعدنية وظهرت النقود المعدنية بعد اكتشاف الانسان المعادن كل دولة قامت بعمل عملة معدنية وعملت النقود من ثلاث معادن اللي هما معدن الزهب او الفضة او النحاس يبقى النقود ظهرت امتى اقول له ظهرت عند اكتشاف الانسان للمعادن ظهرت امتى عند اكتشاف الانسان لمين للمعادن طيب عيوب النقود المعدنية ايه اقول له صعوبة حملها يعني ايه صعوبة حملها يعني لو انت معاك مثلا الف عملة من النحاس او الفضة او الزهب هتعرف تشيلها لا طبعا ليه لأنها تقيلة ده خلى الناس تعمل حاجة إن هي تحط الفلوس بتاعتها في أماكن آمنة اللي هي إيه اللي هي البنوك مقابل ورق مكتوب عليه قيمتي المعدن يعني مثلا لو أنا قمت روحت البنك وحطيت ألف جنيه ذهب أو ألف جنيه فضة هاخد أصاده ألف جنيه ورق مكتوب عليه قيمتي الفلوس والمعدن واسم صاحب الفلوس وقدر بالورق دوت أنزل السوق أعمل إيه أشتري بيه اللي أنا عايزه يبقى إذن ظهرت من هنا حاجة اسمها إيه اسمها النقود الورقية النقود الورقية ودي تعتبر ثالث مرحلة من مراحل تطور النقود وهنلاحظ حاجة إن كل دولة عملت عملة لنفسها بتختلف عن باقي الدول يعني مثلا مصر عملت الجنيه المصري والسعودية عملت الريال السعودي والعملة الورقية لازم بنك واحد هو اللي يطبع الفلوس يبقى المفروض موجود بنك مركزي في كل دولة والبنك المركزي ده هو المسؤول عن طباعة الفلوس أو إصدار النقود الورقية وهنلاحظ حاجة هنلاقي علامة فضية في كل عملة اللي هي العلامة المائية يعني اللي هي دي اللي موجودة قدامك دي في الصورة هي دي العلامة الفضية أو العلامة المائية في سؤال هنا بما تفسر وضع العلامة المائية على النقود ليه الخبراء وضعوا العلامة المائية دي على النقود أقول لك لمنع التزيف والتقليد يبقى إذا أنا عرفت كده إن العلامة المائية فيديتها إيه إن هي مفيش حد يقدر يزيف الفلوس أو يقلد الفلوس تطور النقود في مصر هنرجع بعجلة الزمن لوارى خالص وهنبدأ بعصر الدولة القديمة الناس كانت بتتعامل إزاي أقول له كانت بتتعامل بنظام المقايدة زي ما شرحنا في بداية الدرس بعد كده هوت هنطلع له قدام شوية وهنرجع لمين للعصر البطلمي اللي هو العصر اليوناني ودولة استخدموا المصرين العملة الزهبية زي العملة اليونانية المنتشرة في إيد اليونانيين المقيمين في مصر لأن كان في عدد كبير من اليونانيين مقيمين وعيشين في مصر فكانوا بيستخدموا العملة الزهبية وطبعا المصريين استخدموا العملة الزهبية زي مين؟ زي اليونانيين يبقى أنا عرفت كده هوت أن العصر البطلمي اللي هو العصر اليوناني استخدموا المصريين العملة الزهبية وكانوا بيستخدموا العملة الزهبية في عملية البيع والشراء سنة 1836 بدأ سك العملة المصرية اللي هو الجنيه المصري من الزهب طيب يعني سك العملة المصرية يعني صناعة العملة المصرية صناعة الجنيه المصري بس من ايه من الزهب سنة 1836 سنة 1899 أصبح عندنا نقود ورقية لأول مرة قابلة للتحويل إلى زهب يعني ممكن أنا أبدل الجنيه الورقي بجنيه ايه زهب تمام طيب من اللي بيطبع النقود الورقية في الوقت ده أقوله البنك الأهلي المصري البنك الأهلي ايه المصري طيب يا أستاذ أنت قلت لنا أن اللي بيطبع الفلوس البنك المركزي المصري لا ما أنا هقولك على حاجة البنك الأهلي المصري أقدم من البنك المركزي المصري ما كانش ظهر ولا كانت بنا البنك المركزي المصري يبقى إذن مين اللي كان بيطبع النقود الورقية في الوقت دوت اللي هو سنة 1899 اللي هو البنك الأهلي المصري سنة 1914 أصبح الجنيه الورقي العملة الرسمية للدولة يعني الجنيه الورقي لا يحول إلى زهد يعني ما ينفعش أن أنا أحول الجنيه الورقي اللي في إيدي لإيه لزهد الكلام ده سنة كام؟ سنة 1914 سنة 1960 تم إنشاء البنك المركز المصري وأصبح له الحق في إصدار النقود الورقية حتى الآن العوامل المؤسرة في سعر المنتج في عاملين بيأسروا في سعر المنتج بمعنى إيه؟ يعني أنا ممكن أروح أشترى أي حاجة من المحل أو الدكان بلاقي الحاجة دي غالية وممكن أروح في مكان تاني ألاقي الحاجة دي سعرها مش غالية أو رخيصة تمام؟ طيب إيه هي العوامل اللي بتأثر في سعر هذا المنتج؟ حكتين العامل الأول اللي هو العرض والطلب يعني بمعنى إيه؟ لو الكمية كبيرة من المنتج بنلاحظ إن السعر بيعمل إيه؟ بينخفض ولو الكمية قليلة من المنتج بنلاحظ إن السعر بيرتفع يعني مثلاً لو أنا حبيت أروح أشتري أي حاجة من السوق مثلاً وليكن مثلاً موز تمام كده؟ إيه اللي بيحصل؟ لو لقيت كمية موز كتيرة في السوق بنلاقي إن التاجر بيعمل إيه؟ بينزل السعر بنلاقي سعره ماله منخفض طيب لو الكمية الموز اللي موجودة في السوق قليلة بنلاقي إن التاجر بيعمل إيه؟ بيرفع سعره يبقى إذن لو الكمية كبيرة من المنتج السعر بيعمل إيه؟ بينخفض طيب لو الكمية قليلة من المنتج بنلاقي إن السعر بيرتفع طيب العامل التاني اللي هو إيه؟ المسافة من مكان الإنتاج يعني لما يكون المنتج جاي من مكان بعيد طبعاً بيكون سعره إيه؟ سعره أعلى يبقى إذن في حاجة اسمها تكلفة النقل تكلفة إيه؟ النقل كمان الأيد العاملة يبقى إذن العامل المأسرة في سعر المنتج قد إيه؟ حاجتين العرض والطلب والمسافة من مكان الانتاج. بكده حباب قلبي ننتهي من شرح الدرس الرابع اختراع النقود وتطورها. بدعوكم لعمل سابسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكي أسيلكم كل جديد وإلى اللقاء.